بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور ووصلنا إلى قول الإمام قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية يعني صحيحا من غير خرس فحاضت زوجته فلما طهرت طاف عليها فاستحملت فأصبح لا يتكلم وكان إذا أراد التسبيح والصلاة أطلق الله لسانه فإذا أراد أن يكلم الناس اعتقل لسانه فلا يستطيع أن يتكلم وكانت عقوبة له لأنه بشر بالولد فقال أن يكون لي غلام فخاف أن يكون الصوت من غير الله تعالى فخرج على قومه من المحراب يعني من مصلاه الذي كان يصلي فيه فأوحى إليهم بكتاب كتبه بيده أن سبحوا بكرة وعشية يعني صلوا صلاة الغدات والعصر فولد له يحيى على ما بشره الله نبيا تقيا صالحا يا يحيى أخذ الكتاب بقوة يعني بجد وطاعة واجتهاد وشكر وبالعمل بما فيه وآتيناه الحكم يعني الفهم صبيا صغيرا وذلك أنه مر على صبية أتراب له يلعبون يلعبون على شاطئ نهر بطين وبماء فقالوا يا يحيى تعالى حتى نلعب فقال سبحان الله أول اللعب خلقنا وحنانا يعني ورحمة منا وعطفا وزكاة يعني وصدقة على زكريا وكان تقيا يعني مطهرا مطيعا لله وبرا بوالديه كان لا يعصيهما ولم يكن جبارا يعني قتال النفس التي حرم الله تعالى قتلها عصيا يعني عاصيا لربه وسلام عليه يعني حين سلم الله عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام ابن خالة وكان حملهما جميعا معا فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك قال مالك أرى ذلك لتفضيل الله تعالى عيسى لأن الله جعله يحيى لأن الله جعله يحيى الموت ويبرئ الأكمه والأبرف ولم يكن ليحيى عليه السلام عيشة إلا على عشب الأرض وإن كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان على خده القار لا أذابة القار هو الزفتة ولقد كان الدمع اتخذ من وجهه مجرى وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية وابن خزيمة والدار قطني في الأفراد وأبو نصر السجزي في الإبانة والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا في حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر فضائل الأنبياء فذكرنا نوحا وطول عبادته وذكرنا إبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذاكرون بينكم فذكرنا له فقال أما إنه لا ينبغي أن يكون أحد خيرا من يحيى بن زكريا أما سمعتم الله كيف وصفهم في القرآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله تعالى وكان ثقيا لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فضل الأنبياء فقال قائل موسى كلمه الله تكليما وقال قائل عيسى روح الله وكلمته وقال قائل إبراهيم خليل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الشهيد بن الشهيد يلبس الوبرة ويأكل الشجرة مخافة الذنب يحيى ابن زكريا وأخرج الإمام أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم والحاكم عن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى ابن زكريا وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن عساكر عن يحيى ابن جعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي إلى أحد أن يقول أنا خير من يحيى ابن زكريا ما هم بخطيئة ولا حاكت في صدره امرأة وأخرج ابن عساكر عن ضمرة ابن حبيب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعلت النساء عن ولد ينبغي له أن يقول أنا أفضل من يحيى ابن زكريا لم يحك في صدره خطيئة ولم يهم بها وأخرج ابن عساكر عن علي بن أبي طلحة رفعه قال مرتكظ في النساء من جنين ينبغي له أن يقول أنا أفضل من يحيى ابن زكريا عليهم السلام لأنه لم يحك في صدره خطيئة ولم يهم بها وأخرج عبد الرزاق والإمام أحمد في الزهد وعبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال إن عيسى ويحيى التقيا فقال يحيى لعيسى استغفر لي أنت خير مني فقال له عيسى بل أنت خير مني سلم الله عليك وسلم تألى على نفسي فعرف 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 والله فضلها وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم والضياء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وأخرج الحاكم من طريق سمرة عن كعب رضي الله عنه قال كان يحيى لا يقرب النساء ولا يشتهيهن وكان شابا حسن الوجه لين الجناح قليل الشعر قصير الأصابع طويل الأنف أقرن الحاجبين رقيق الصوت كثير العبادة قويا في الطاعة وأخرج البيهقي في الشعب وضعفه وابن عسا كران أبي بن كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا قتلته امرأة وأخرج الحاكم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال من أنكر البلاء فإني لا أنكره لقد ذكر لي أن ما قتل يحيى بن زكريا أن قتل يحيى بن زكريا في زانيا وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريقه أنا يا أبو يعقوب بن الكوفي عن عمر بن ميمون عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يبه رأى زكريا في السماء فسلم عليه فقال له يا أبا يحيى خبرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بن أسرائيل قال يا محمد إن يحيى كان خير أهل زمانه وكان أجملهم وأصبحهم مجهن وكان كما قال الله سيدا وحصورا وكان لا يحتاج إلى النساء فهويتهم رأة فهويتهم رأة ملك بني إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه وعصمه الله تعالى وامتنع يحيى وأبى عليها وأجمعت على قتل يحيى ولهم عيد يجتمعون في كل عام وكانت سنة الملك أن يوعد ولا يخلف وكانت سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب فخرج الملك للعيد فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجبا ولم تكن تسأله فيما مضى فلما أن شيعته قال الملك سليني فما تسأليني شيئا إلا أعطيتك قالت أريد دم يحيى ابن زكريا قال لها سليني غير قالت هو ذاك قال هو لك فبعث جلاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه يصلي وأنا إلى جانبه أصلي فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما بلغ من صبرك قالت من قال من فلت من صلاتي فلما رحم إلى رأسه إليها ووضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله تعالى بالملك وأهل بيته وحشمه فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل لقد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا فخرجوا في طلبي ليقتلوني فجاء ني النذير فهربت منهم وإبليس أمامهم يدلهم علي فلما أنت خوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادت ني فقالت إلي إلي وانصدعت لي فدخلت فيها وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة وجاء بنو إسرائيل فقال إبليس أما رأيتمه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخل به الشجرة فقال نخرق هذه الشجرة فقال إبليس شقوه بالمنشار شقا قال فشققت مع الشجرة بالمنشار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زكري هل وجدت له مسا أو وجعا قال لا إنما وجدت تلك الشجرة إنما وجدت تلك الشجرة جعل الله روح فيها وأخرج ابن عثاكر عن وهب ابن منبه أن الزكري هرب ودخل جوف الشجرة فوضع على الشجرة المنشار وقطع بنصفين فلما وقع المنشار على ظهره أن فأوحى الله يا زكري إما أن تكف عن أنينك أو أقلب الأرض ومن عليها فسكت حتى قطع نصفين وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن عساكر عن يزيد بن ميسر قال كان طعام يحي بن زكري الجراد وقلوب الشجر وكان يقول من أنعم منك يا يحي طعام كالجراد وقلوب الشجر وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد وابن عساكرا عن أبي إدريس الخولاني وابن المبارك وأحمد في الزهد وأبو نعيم عن مجاهد رحمهم الله جميعا قال كان طعم يحي بن زكري العشب وإن كان ليبكي من خشة الله حتى لو كان القار على عينه لأحرقه ولقد كانت الدموع اتخذت مجرا في وجهه وأخرج ابن عساكر عن يونس بن ميسر قال مر يحي ابن زكري على دينار فقال قبح الله قبح هذا الوجه يا دينار يا عبد العبي ويا معبد الأحرار وأخرج البيهقي في السننة عن مجاهد رحمه الله قال سأل يحي ابن زكري يا ربه عليهما السلام قال رب اجعلني مسلم على ألسنة الناس رب اجعلني أسلم على ألسنة الناس ولا يقولون في إلا خيرا فأوحى الله تعالى إليه يا يحيى لم أجعل هذا لي فكيف أجعله لك وأخرج الإمام أحمد والبيهقي في الشعب وابن عساكر عن ثابت البناني قال بلغنا أن إبليس ظهر ليحي ابن زكريا فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال له يحي ما هذه قال هذه الشهوات التي أصيب بها بن آدم قال له يحي هل لي فيها شيء قال لا قال فهل تصيب مني شيئا قال ربما شبعت ففقلناك عن الصلاة والذكر قال هل غيره قال لا قال لا جرم لا أشبع أبدا وأخرج ابن عساكر من طريق علي بن زيد بن جدعان عن علي بن الحسين علي الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين قال كان ملك مات وترك امرأته وابنته فورث ملكه أخوه فأراد فأراد أن يتزوج امرأة أخيه فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك وكانت الملوك في ذلك الزمان يعملون بأمر الأنبياء فقال له لا تتزوجها فإنها بغي فبلغ المرأة ذلك فقالت لا يقتلن يحيى أو ليخرجن من ملكه فعمدت إلى ابنتها فصيغتها ثم قالت اذهبي إلى عملك عند الملأ فإنه إذا رأاك سيدعوك ثم قالت اذهبي إلى عمك عند الملأ فإنه إذا رأاك سيدعوك ويجلسك في حجره ويقول سليم ما شئتي فإنك لن تسألين شيئا إلا أعطيتك فإذا قال لك فإذا قال لك قولي فقولي لا أسألك شيئا إلا رأس يحيى وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بشيء على رؤوس الملأ ثم لم يمضله نزع من ملكه ففعلت ذلك فجعل يأتيه الموت من قتله يحيى وجعل يأتيه الموت من خروجه من ملكه فاختار ملكه فقتله فساخت بأمها الأرض قال ابن جدعان فحدثت بهذا الحديث ابن المسيب ابن المسيب رحمه الله فقال أما أخبرك كيف كان قتل زكريا قلت لا قال قال أما أخبرك كيف كان قتل زكريا قلت لا قال إن زكريا حيث قتل ابنه انطلق هاربا منه واتبعوه حتى أتى على شجرة ذات ساق فدعته إليها فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هدبة تلعبها الريح فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرها عنده فنظروا تلك الهدبة فدعوا المنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه فيها وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال التي قتلت يحيى ابن زكري امرأة ولثت الملك عن آبائها فأتيت برأس يحيى وهي على سريرها فقال للأرض خذيها فأخذتها وسريرها فذهب بها وأخرج إسحاق ابن بشر وابن عساكر عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أن ملكا أراد أن يتزوج ابنة أخيه فاستفتا يحيى ابن زكري فقال لا تحل لك فسألت قتله فبعث إليه وهو في محرابه يصلي فذبحوه ثم جزوا رأسه وأتوا به الملك فجعل الرأس يقول لا يحل لك ما تريد وأخرج ابن عساكر عن ابن شوذب قال قال يحيى ابن زكريا للذي جاء يحز رأسه أما تعلم أني نبي قال بلى ولكني مأمور وأخرج الحاكم ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أني قتلت بيحيى ابن زكريا سبعين ألفا وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا قال أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أني قتلت بيحيى ابن زكريا سبعين ألفا وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا وأخرج ابن عساكر عن شمر ابن عطية قال قتل على الصخرة التي في بيت المقدس سبعون ينبيا منهم يحيى ابن زكريا وأخرج ابن عساكر عن قرة قال ما بكت السماو على أحد إلا على يحيى ابن زكريا والحسين ابن علي وحمرتها بكاؤها وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن خالد ابن ثابت الربعي قال لما قتل فجرة بني إسرائيل يحيى ابن زكريا عليهما السلام أوحى الله إلى نبي من أنبياهم أنقل لبني إسرائيل إلى متى تجترئون على أن تعصوا أمري وتقتلوا رسلي وحتى متى أضمكم في كنفي كما تضم الدجاجة أولادها في كنفها فتجترئون عليه اتقوا لا أأخذكم بكل دم كان بين ابني آدم ويحيى بن زكريا واتقوا أن أصرف عنكم وجهي فإني إن صرفت عنكم وجهي لا أقبل عليكم إلى يوم القيامة وأخرج الإمام أحمد عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لما قتل يحيى عليه السلام قال بعض أصحابه لصاحب الله ابعت لي بقميص نبي الله يحيى أشمه فبعث به إليه فإذا سداه ولحمته ليف وأخرج الحكيم التلمذي في نوادر الأصول عن يونس بن عبد عبيد الله عن يونس بن عبيد قال بلغنا أنه كان رجل يجور على مملكته ويعدي عليهم فأتمروا بقتله فقالوا نبي الله زكريا بين أظهرنا فلو أتيناه فأتوا منزله فإذا فتاة جميلة رائعة قد أشرق لها البيت حسنا فقالوا من أنت قالت امرأة زكريا فقالوا فيما بينهم كنا نرى نبي الله لا يريد الدنيا فإذا هو عندهم امرأة من أجمل النساء ثم إنهم رأوا رأوا في عمل عند قوم ويعمل لهم حتى إذا حضر غداؤه قرب رغيفين فأكل ولم يدعه أي إلى الطعام ثم قام فعمل بقية عمله ثم علق خفه على عنقه والمسحات والكساء والمسحات والكساء قال ما حاجتك قالوا قد جئنا لأمر ولقد كاد يغلبنا ما رأينا على ما جئنا له قال فهاتوا قالوا أتينا منزلك فإذا امرأة جميلة رائعة وكنا نرى نبي الله لا يريد الدنيا فقال إني إنما تزوجت امرأة جميلة رائعة لأكف بها وطري وأحفظ بها فرجي فخرج نبي الله مما قالوا قالوا ورأيناك قدمت رغفين فأكلت ولم تدعنا قال إن القوم استأجروني على عمل فخشيت أن أضعف عن عملهم ولو أكلتم معي لم يكفني ولم يكفكم فخرج نبي الله مما قالوا قالوا ورأيناك وضعت خفيك على عنقك والمسحات والكساء فقال إن هذه الأرض جديدة وكرت أن أنقل تراب هذه في هذه فخرج نبي الله مما قالوا قالوا إن هذا الملك يجور علينا ويظلمنا وقد اعتمرنا لقتاله قال أي قوم لا تفعلوا فإن إزالة جبل من أصله أهون من إزالة ملك مؤجل والله أعلم قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت قالت مقضيا فحملت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت وكنت نسيا من سيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر شكرا شكرا